الحكومة المقبلة التي ستشكل بالنسبة للإطار التنسيقي هي حكومة حياة أو موت يعني حتى الكل يفهم إذا نجحت فهي نجاح للإطار التنسيقي وممكن أن يكون ثقة الشارع فيه وإذا فشلت تكون فشل للإطار التنسيقي في المرحلة المقبلة فأحنا دائما نردد عبارة على الإطار التنسيقي يقولهم نحن مع حكومة الإسراء لا مع حكومة التسرع أنت موت رح تأخذ وتلزقها وتمشيها اثنيا ركزنا على موضوع مهم جدا أنه دولة دون شباب دولة دون مستقبل احنا اليوم الشعب العراقي 70% مننا شباب فيجب أن يمثلون في الحكومة المقبلة ويجب أن يكون أفكار جديدة ودماء جديدة داخل الحكومة المقبلة وأفكار اقتصادية وأن يشاركون فيها ناس خبرة في الاقتصاد حتى يقومون الاقتصاد أي بلد دون اقتصاد ما يقوم أبدا لا تصدقين هذا الموضوع منتهي البلد دون الاقتصاد ودون قوة اقتصادية ما حد يعتبر للجانب اليوم ماكن الجانب الحربي وماكن الجانب يعني عدنا قوة حربية قوية ممكن أن نهدد فيها المنطقة مثل سابق الأمر والمنطقة تخضى عنها فيجب أن نكون قوة اقتصادية وخاصة مهيئات الاقتصاد داخل العراق كلها مهيئة ولهذا السبب احنا من نقول حكومة خدمات في المرحلة المقبلة يجب أن تكون حكومة مركزة على الاقتصاد ومركزة على نهوض الاقتصاد العراقي هل سيشون تجي ممكن يسير بها خلل قلت لك هذه مردودة على الاطار التنسيقي يجب على الاطار التنسيقي التحمل المسؤولية كاملة ونحن اليوم أصلا مبادرتنا مبنية على هذا الأساس من قلنا أن الاطار التنسيقي سيتحمل الحكومة وهناك معارضة إيجابية داخل البرلمان يجب أن يفهموا الأخوة في الاطار والذين سيشكلون معه الحكومة أن هناك محاسبين لهم في البرلمان والشارع أيضا يحاسبهم فيجب أن يركزوا على تشكيلة الحكومة المقبلة وأن يختاروا الوزراء بعناية ورئيس الوزراء بعناية وحتى رئيس الجمهورية يجب أن يكون حامل الدستور وحامل العراقين